قال رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء محمود محيددين إن قمة كوب 27 في شرم الشيخ تأتي في ظل أجواء عالمية تستدعي حلول المبتكرة مشيرا إلى ارتباط القمة بالتحديات والمشكلات التي يواجهها العالم مثل الطاقة والغذاء والحصول على فرص استثمارية هذه واحدة من ثلاثة أمور ومبادرات أحسبها سوف تميز هذه القمة المرتقبة والتي تتطلع إليها الأبصار عالميا هي القمة الأهم سنويا التي تعقد في ظل رعاية وتنظيم الأمم المتحدة للتعامل مع تحديات المناخ وارتباط هذه التحديات بالمشكلات التي نواجهها مشكلات الطاقة ومشكلات الغذاء وأيضا الحصول على فرص استثمارية في ظل هذه التطورات هذه المبادرة كما قلت واحدة من ثلاثة ولم يسبقنا إليها أحد ونرجو الاستمرار فيها وسعدت سعادة بلغة بالقرار بأن تكون هذه المبادرة حدثا سنويا ترعاه الحكومة المصرية